قلونا نتكلم مع حضراتكم عن موضوع تاني دلوقتي وهو موضوع أو عالم الأزياء اللي هو بيتكلف مليارات الدولارات سنويا ولو هنتكلم عن الأزياء والفن فهم يعني مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا فالأعمال خليني أقول التاريخية أو حتى الموجودة دلوقتي اجتماعية أو أي حاجة بتبقى محتاجة لمنصق أزياء شاطر قوي عشان يقدر ينقل لنا العمل ده بطريقة صحيحة عشان يقدر نشوفه قدامنا ونتخيل الشخصية دي في الزمن اللي هي فيه في المستوى الاجتماعي اللي هي فيه وينقله لنا مسلسل سوق الكانتو بالتحديد هو واحد من المسلسلات القوية جدا واللي بتنافس في موسم رمضان بفكرة جديدة ومختلفة فكرة رجعتنا لزمن أو لسنة 1920 في منطقة البالة في وسط البلد صحيح ومش في منطقة البالة في وسط البلد بس نحن معنا كمان بيت أزياء في الأسكندرية حيث الفنانة ما يعز الدين وده كله ربما بيظهر الحقبة الزمنية دي المصريين كانوا بيلبسوا فيها ايه؟ بيظهر الزمن ده بإتقان وحرفية شديدة قد ايه كان فيه طبقة من المصريين بيلبسوا لبس أوروبي على مستوى ما يباع في نيويورك ويباع في العواصم الأوروبي كان لازم يظهر الزمن ده بإتقان وحرفية شديدة كان لازم يكون عندنا مصممة أزياء محترفة تقدر أنها تودين أو ترجعنا لهذه الحقبة التاريخية الجميلة علشان جمهورنا يتفاعل مع أحداث المسلسل خلينا نعرف ده حصل إزاي؟ ضفتنا النهار ده مروع عبد السميع مصممة أزياء مسلسل سوء الكنتو والذي يقوم ببطولته النجمة أمير كرارة والنجمة مية عز الدين صباح الخير عليك يا مروع عبد السميع صباح الخير عليك يا مروع ويمكن أنك تلاقي ملابس مناسبة للحقبة الزمنية دي أو أنك تفصليها من الأول وجديد يعني مسؤولية صعبة جدا جدا أنك تعايشين الحالة والقصة من خلال اللبس وخلينا ننسي بقالك بعيدة عن الدراما ثلاث سنين لك رجعت مرة تانية الحكاية بدأت إزاي مع اختيارك لمسلسل سوء الكنتو عشان تصممي أزياء الحقبة الزمنية 1920 احنا أول حاجة احنا أواخر العشرينات أوائل التلاتينات علشان بس نبقى دقيقين يعني أنا كان بقالي ثلاث سنين موقفة دراما لإني بيبقى عندي أعمال تانية في رمضان إعلانات وشغل تاني وما ببقاش قادرة على المدة الطويلة بس طبعا دخول مسلسل مع أستاذ حسين المنباوي وهو عنده بصمات في الأعمال الدرامية الفنية جدا في رمضان وإنه هو حقبة زمنية العشرينات والثلاثينات دي برضو وما تعملتش كتير يعني في الدراما عندنا فكان ده حاجة مشجعة جدا بالنسبة لي وحبيت إن أنا أخد التجربة دي يعني بحب عملت إيه؟ جبت منين الحاجات؟ جبت منين الأزياء؟ الطاي مختلفة؟ يأت الأميس مختلفة؟ بص ذاكرنا شكل الموضوع كله؟ بص ذاكرنا كتير قوي إحنا عادنا تلات شهور قبل دخول أول يوم تصوير فعلي بنذاكر بنرجع لكل المراجع التاريخية رجعنا لكل أعداد مجلة المصور اللي كانت في الوقت ده رجعنا لكل صور ستوديو مصر اللي ده الكلمة كان الوحيد اللي المصريين بيروحوا يتصوروا فيه رجعنا طبعا لأصل الموديلات نفسه بطرونات وصور للأزياء دي مالية الإنترنت وفيه كتب كتير قوي عملنا أوردرز لكتب بتشرح الموديلات بتشرح السوستة بتتركب إزاي بتشرح شكل الكارفاتات اللي برانيت عملنا فايلات لكل حاجة إحنا كنا مجمعين في مرحلة التحضير دي فايلات جزم بس فايلات إكسسوار تسريحات الشعر وإزاي بتتعمل لأن برضو مش كل حاجة كانت موجودة قصة ما كانش فيه كوافرات حريمي في الوقت ده منتشر قوي كانوا حلقين الرجالي هو ده الحاجة المنتشرة إنما ما كان الستات تروح تعمل فيه شعرها ده كانت حاجة قليلة جدا فجمعنا كل حاجات دي وجمعنا حتى الإعلانات اللي كانت بتنزل وقتها لشكل الميكوب اللي كان بيتباع في مصر وقتها عادنا زاكرنا تقريبا ثلاث شهور قبل ما نبدأ بقى ندور على الأقمشة المناسبة والخمات ونبدأ نصنع أي حاجة طب يعني برضو صعب أنك تلاقي أنه زاكرتي وكل حاجة لكن أنك تلاقي بقى الموديلات دي نفسها صعبة جدا فعملت إيه هل فصلتي اشتريتيها جدتي الموديلات دي فصلنا جزء كبير قوي ودورنا في الحاجات الأديمة يعني فيه فيه ماركتس بتتعامل وفيه وكلة البلح وفيه سوق في بورسعيد أنا حتى رحت سوق الكانتو بتاع فرنسا اللي هو مغشيء بيوس دوت شفت فيه جبت منه حاجات برضو جمعنا حاجات قديمة بجد فدي أضافت كتير قوي لللوق أنا شايفة شكل الطوائي يمكن اللي لابساها الطوائي كلها ما يعز تديه شكلها فرنساوي لا الطوائي بالذات كلها عملت أوردرز أونلاين من الصين ومن تركيا ومن أمريكا وأنا سافرت فرنسا ولبنان جمعنا البرانيت دي كلها من بره لأن احنا للأسف ما عندناش أماكن بتبيع برانيت ولا مصانع بتصنع برانيت ما يكنش فيه ولا التربيش شكرا حلوهيل اللي بيفكر لا فيه طبعا التربيش كانت لسه موجودة بس الوقت ده كانت التربيش ابتدت تقتصر على الموظفين الحكومة والطلبة يعني كانت تبتدت تقل شوية في الوقت ده فعشان كده بنشوف ناس لبسة تربيش وبنشوف ناس لبسة برانيت طيب يعني احنا شايفين ان ما يعز تدين نفسها في المسلسل كانت فاشن ديزاينر وكانت دايما بتقول يعني في المسلسل انه انا بعمل حاجة او عايز اعمل حاجة نفس موضة اوروبا نفس الموضة اللي بتتباع او نفس الموضلات اللي بتتباع في اوروبا هل احنا فعلا في الوقت ده كنا بنلبس نفس اللبس لانه دلوقت سي طبيعي ان احنا محلات كلها بقت برانز بقت عالمية فكله بيبيع نفس الحاجة لكن زمان كان اختلاف بس في الوقت ده احنا كان عندنا احتلال وكان سوق الكنتو ده اصلا سوق بيوصل بالمراكب من اوروبا القماش والملابس فاحنا كنا اب تو ديت وكانت كل حق يعني كانت مصر بسبب الاحتلال كان بيجي لنا عروض عروض مصرحية وسط عرضية من فرنسا تيجي تقدم فاحنا كنا زينا زي اوروبا حتى الاعلانات بتاعة المحلات الكبيرة اللي كانت بتبيع ملابس وقتها زي صدناوي وغيره كانوا بيحطوا نفس الحاجات بتاعة اوروبا بالزبط بنفس الجود وصلها يعني في نفس الوقت ماي بتشتغل خياطة في قتلي كبير بتاع واحدة سنا اكبر منها فكانت هي دي انها لأ احنا عايزين نفصل حاجات اللي على الموضة الجديدة والاختلافات دي كانت ما بين الست اللي تعتبر مش مشي على الموضة اكبر منها شوية ومي هي ان اطوال الفستين لان الوقت ده كان فستين بس اطوال الفستين كانت تبتدت تقصر شوية زي ما بنشوف مي يعني في طول الوقت والفستين بقت سيمبل عن التعقيدات شوية بتاعة الفترة اللي قبل كده يعني في اوائل اوائل التلاتينات عصدي الا قبليه بقى المدرسة الا قبليه اوائل الف وتسعمائة ايو 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 احنا عندنا مكان اللي هو سويل كانتو اللي هو دلوقتي وكالة البلح ده كان مكان ممكن نقول ان هو اه راقي زمان بيجذب فئة مهمة من اللي عايزين يشتروا لبس مستورد وتداعى بعد كده او يعني نزل هو ما يعتبرش مكان اه راقي هو يعتبر زي وكالة البلح دلوقتي اه انت هتلاقي كل كل انواع الناس بتروح تشتري قماش من هناك اه فهو سوء كانتو دوت كان مكان اللي عايشين فيه ناس شعبية بس هما بيبيعوا حاجات لكل الشعب فعشان كده هتلاقي جوه السوق ناس شياكة رايحة تشتري وناس شعبيين والسريحة يعني هو مكان اه هو ده المكان اللي انت بتروح تشتري منه قماش وملابس جاية من اوروبا في الوقت ده غير الحاجات اللي بتتصنع محلي في وسط البلد بقى والاماكن التانية حكينا كمان عن يمكن الازياء الرجالي في المسلسل يعني اختيارك للازياء دي كان عامل ازاي حال كان نفس المجهود للازياء خلينا نقول الحريمي ولا موضوع مختلف بوسي طبعا الرجالي ما فيهوش كمية التفاصيل زي الحريمي بورنيتا واكسسوار وجوانت يعني فيه تفاصيل اكتر بس كان المجهود بالنسبالي هو ايجاد اختلافات ما بين كل ممثل والتاني لان برضو في الاخر الرجالي بالزبط يعني عميس وبانطلون جاكتة وسديري ففي الاخر الالمنتس مش كتيرة بس كان لازم ابين فرقات ما بين الممثلين فهي دي كانت الحاجة اللي كنت بحاول ان انا اصبطها والحمد لله بيتهيق لي يعني فيه فرق ما بين الممثلين واضح يعني لحد دلوقتي لفت نظر التاي مختلفة يعني احنا نعرف الكرباتة الطويلة او التاي الطويلة ونعرف التابيون فيه حاجة كده في النص مش فاهمة اه اللي هو فولار اه كان فيه حاجات كده بتتلبسه وكان فيه اللي هو اللي زي السكارف اللي بيتاني وبيتحطه جوه صح كده العميس والشميز هو طبعا الوقت ده لانه ما كانش فيه كاجول وير فهي فدكة الكاجول فهو كان الافتكاسات جوه القميس والجاكت هو كان فيه يعني مساحة الحركة اه بزر شفنا كمان التباين ما بين الطبقات في المسلسل وزي اي وقت و اي زمان فيه الطبقة الغنية اللي بتلبس زي الاوروبيين وفيه الطبقة المصرية الأصيلة يعني اللبس المصري وهو الملايا اللف حكي لنا عن هل كان في الحقبة دي فعلا لسه بيلبسوا ملايا لف اه احنا دورنا ولاقينا اه ملايا اللف والبورقع ما كانش فيه يعني الام بتوين ده اللي هو مش الملابس الأوروبية قوي كده او الملايا اللف كان فيه ستايل ما بين الاتنين اه لا هو كان البنات اللي عايشين في وعادة ما بيتعلموش يعني الوقت ده كان نسبة تعليم الستات برضو مش كبيرة قوي فهو كان يعني يمكن احنا حاولنا نخلي ان بنات البيت الاماش يبقوا شوية بيلبسوا الفستان السيمبل تحت الملايا اللف كأنه هم شوية محتكين بالقماش وعيلة بتجيب قماش وبيجيبوا فحاولنا نخلي ان الفستان السيمبل اللي بتتلبس تحت تبقى شكلها يعني مترتب شوية عن الشكل اللي هو اللي بيبقى مدي على فلاحي اكتر منه اللي هنشوفه اكتر في السوق فيعني ايه ده الحاجة اللي حاولت يعني اخليها شوية في البنات بتاعت الابطال بتوعنا السؤال الاخير مروح نعرف انك عملت طريق الكباش وعملت دلوقتي سوء الكنتو ودي مدرسة او ده علم انك تعرف تصمم الازياء بس ملوش مدارس في مصر تدرسه اللي بيحب يدرس بيدرس بره تنصحي ايه او حادي بتفرج علينا ونفسه يشتغل في نفس مجال بوس انا كواحدة خريجة معهد سينما انت بتدرس تصميم الازياء في المعهد والدراسة السينما هي بتسقلك كسينمايا كتير جدا 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 عن مجرد مثلا ان انت تبقى بتدرس بس تصميم ازياء لان انت ممكن تدرس تصميم ازياء وتبقى بتشتغل في الفاشن تبقى بتدرس السينما ده بيضيكي انسايت على انت بتشوفي الكاميراية تعمل زي تصوير الحاجة بالضط حقيقة انت عاملة شغل حلو جدا جدا انا بحب دايما اتفرج على ازياء مختلفة عن اللي احنا عايشينه ده بيدي زي وحي كده لينا ان احنا نغير حتى من جلدنا ونشوف حاجة مختلفة يمكن بدل ما كلنا بقينا شبه بعض دلوقتي بنلبس نفس الحاجة شكرا لك مروا عامل سمية مسلمة ازياء مسلسل سوء الكانتو على وجودك معنا نورتين نشكرك نورتين